أجهات نارية لا تفوض جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا مرحبا بكم في قناتنا في فيديو اليوم سنناقش جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا حيث اشتعلت المنافسة مع تأهل أربع فرق عربية ثلاثة منها من السعودية والعين الإماراتي ليسيطروا على منطقة الغرب آسيا الزعيم الهلال يسعى للحفاظ على لقبه يبرز بين الفرق العربية حامل اللقب الهلال السعودي الذي يسعى للحفاظ على رقمه القياسي كأكثر ناد فاز بالبطولة أربع مرات يواجه الهلال في ربع نهائي مواطنه الاتحاد الذي فاز باللقب مرتين من قبل النصر والاتحاد في صراع سعودي خالص يكمل النصر السعودي الذي وصل للنهائي عام 1995 عقد الفرق العربية في غرب آسيا حيث يواجه العين الإماراتي بطل النسخة الأولى من البطولة منافسات قوية في الشرق في منطقة شرق آسيا تبرز مواجهات قوية بين الفرق المتأهلة حيث يلتقي جيونوباكيوندي موتورز الكوري الجنوبي حامل اللقب مرتين مع مواطنه أولسان يوندي صاحب لقبين أيضا صراع صيني ياباني يكمل شاندونب تايشان الصيني يوكوهاما إثمارينوس الياباني الذي وصل للنهائي عام 1990 قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي منطقة الشرق مواجهات الذهاب والإياد سنتحدث عن جدول مباريات الذهاب والإياد مع تحليل سريع لكل مواجهة مباريات الذهاب الاثنين أربعة مارس العين الإمارات ضد النصر السعودية الثلاثاء خمس مارس يونوباكيوندي موتورز كوريا الجنوبية ضد أولسان هيوندي كوريا الجنوبية الهلال السعودية ضد الاتحاد السعودية الأربعاء ستة مارس شندونتيشان الصين ضد يوكوهاما إثمارينوس اليابان مباريات الإياد الاثنين أحد عشر مارس النصر السعودية ضد العين الإمارات الثلاثاء اثنى عشر مارس الاتحاد السعودية ضد الهلال السعودية أو لسان هيوندي كوريا الجنوبية ضد جيونوباكيوندي موتورز كوريا الجنوبية الأربعاء ثلاث عشر مارس يوكوهاما إثمارينوس اليابان ضد شندونتيشان الصين نتوقع مباريات مثيرة في ربع نهائي دور أبطال آسيا مع صراع عربي عربي في غرب آسيا ومواجهات قوية في الشرق لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد شكرا لمشاهدتكم